السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا هنا قبل قليل الحديث عن موضوع الوحدة أو الموت شعار الوحدة أو الموت الذي أطلق في 94 وكان الهدف منه أنه خافت الجنوبيين للوحدة أو بانقتلكم وتموتون فكانت النتيجة أنه مات اليمن كله كله اليمن شمال وجنوب الوضع اللي احنا فيه الآن هو وضع الموت لليمن كلها والذي جاء فيهم دعاة الوحدة وليس كما قلنا من دعاة الانفصال وتحدثنا على أن الوحدة تقام بالعدالة إلى آخره يعني يتمنى اللي ما شاء في الحلقة يروح يشوفها وكان معنا موضوع النازحين وما نازحين اللي نزحوا إلى عدن ومعاد قدرنا نكمل كما قلنا في حلقة واحدة لأنه نصور بالجوال والجوال ليصور أكثر من 23 دقيقة معنا موضوع النازحين ولماذا تخوف موضوع النازحين يا أخوان أولا نتحدث عن عدن أنا تحدثت أكثر مرة وقلت أن عدن وضع لها خطة في 94 أن تحول هذه العاصمة التاريخية التي يعرفها الشرق والغرب إلى قرية بحيث لا تكون صالحة لبناء مرافق أو أن تكون عاصمة وهذا ما حدث تشوف العشوائيات في خورمكسر في المنصورة في الشعب في دار سعد في كل مكان العشوائيات في التواهي في كريتر دمرت المدينة دمرت المدينة والأسف هم جنوبيين اللي كانوا بنوا بالسابق والآن جاءوا النازحين كذلك يبنوا مستعمرات عشوائية في فوق جبل شمسان وفي أمادن كثيرة ونتكلم حنا على مئات الألوف يعني اليوم أنا تقديري عدد سكان عدن مفروض أنه مليون أعتقد تعداد سكان عدن الطبيعي اللي هم سكان عدن مليون لكن أنا تقديري اليوم من 2015 لليوم ما بين 2 مليون نصر إلى 3 مليون والمدينة قد أصبحت عبارة عن كنتونات عشوائية يعني مخيفة وأنا لا أستبعد الكلام اللي بيقولوه البعض أنه هذه خطة أنه الحوثي بيرسل مجاميع وهذا صحيح لأنه قبل حرب 2015 الحوثي كذلك أجروا بناءوا في أماكن بنوا بيوت عشوائية وكانوا يسكنوا فيها ما حد يعرف عنها شيء وخرجوا من داخل هذه البيوت يعني القوات اللي أقامت أول القوات اللي خرجت في عدن كانت موجودة في عدن ومن المدينة الخضراء الأمن المركزي جاء ما جاء من خارج عدن للواء الثاني قوات خاصة حرس جمهوري اللي جاء من تعز أجاء وأخذ الدبابات من العند ودخل ولكن كان تمركز إلى عند معرض السيارات حق تيوتا وبن شعيلة اللي في طريقة تعز في طريق لحجة وعدن لحج فالآن بيدفعوا باللقب الناس إلى داخل المدينة وكذلك أنا أعتقد السلطة الشرعية سواء الأصلاح أو الجنوبيين اللي هم والي الحزب الأصلاح كذلك هم بيدفعوا نحو العشوائية لأجل يعني تقدر تخزن قوات تقدر تخزن أفراد وأسلحة من أجل المعركة الحاسمة في عدن وكذلك أنا لا أستبعد أنه كذلك قومنا اللي هم المجلس الانتقالي وهذا نفس الطريقة بيعملوها لكن هذا كارثة على المدينة يا أخوان وقد يقول البعض أني أنت بتبالغ لما تقول أنهم بيقدسوا وبيبنوا العشوائيات أن هذه العشوائيات مخطط لها أنه أنا ببالغ وأنه بتقول من أجل المعركة الفاصلة في عدن وأنه هذا الكلام غير صح أن لا أبالغ لسبب بسيط لأنه أصلا هذا الجنوب نظرية أسقاط الجنوب هي نظرية هنا برجعكم شوية للتاريخ نظرية عم حسين عشال أنا رويت لكم قصة لما تكلمت على موضوع أنه القنوبيين الحوار القنوبي وقبت لكم قصة عام 89 بعد توقيع 30 نوفمبر بين علي عبدالله الصالح والرئيس علي سالم البيض على موضوع الوحدة وأنه بات أعلن في 22 مايو وأنه اجتمع القنوبيون في بيت عم حسين عشال وأرسلوا مبعوط إلى أخوانه بعدين الأخوة في الجنوب باعوا حسين عشال وعمي صالح اليافعي صالح مدمن عطف جابر اللي كان المبعوث وباعوهم وبالأخير وطلبهم علي عبدالله الصالح طلب عم حسين وأحمد الأنسي طلب عمي صالح يحفظه الله ويعطيه طولة العمر فإيش اللي حصل علي عبدالله الصالح بعد حديث وجدال قال له هذا اللي بعتني من أجنم يا حسين باعوك والآن أنت وصالح مد أنتو لذنين اللي هو الرجال يروح يروح على واللي كانوا معكم بالاجتماع اللي هو الرجال يروح للجنوب والله هذا اللي يبعتون من أجلهم هم اللي بيقتلونكم أما أنا ما باع عقبك عم حسين حرق قال له طيب خلاص وأنا باردلهم الصع أسمعي علي عبدالله الصالح أنت الآن دخلت معهم الوحدة وأنت بتخطط الحرب وأنت من الآن بتبدأ لعبة الاستعداد للحرب عشان تخلص منهم لأنك عارف أنهم كذلك يخططون للتخلص منك هم عندهم أفكار أنه تعز بالمد الاشتراكي معهم وأنه بيشكلون قوات مليجيا وقوات من هنا مليون وأنهم بيسقطونك وأنت بتخطط كذلك عشان تتخلص منهم وباتستخدم المجاهدين وإلخ وبنان علي أنا بعطيك نصيحة المعركة إذا تريد أن تهزمهم فعليك إما بإسقاط الرأس أو الخاصرة قال لا شرحها قام عم حسين شرحها قال الرأس يا عدن وجه هجومك على عدن ترك الجبهات كلها حتى لو دخلوا وأخذوا ماربو الجوف خلهم يأخذوها ركز على عدن أسقط الرأس عدن ومعها يكون عينك على الخاصرة اللي هي أبيان إذا قطعت الخاصرة أخذتها قسمت الجنوب نصفين لن يستطعوا قتالك وبالتالي قم بهذه وطبعا خطة حرب 94 كانت على هذا الأساس الهجوم على الرأس والخاصرة وعارفين قصة الهجوم اللي جاء من باب المندب وأنه كان الهجوم الرئيسي ألوية المجد حوالي فرقة كاملة يعني ما عادل فرقة حوالي سبعة ألوية تم تم تدميرها بالكامل وحوصرت وسقطت وخرجت من الجاهزية ولواء دمر في الضالع أول مع دخول الضالع ولواء كان اسمه الحمزة أعتقد وقايده اسمه حمزة حاجة زي كذا ولواء دمر بين الكرش والشريجة في هذه المنطقة دمرت كتيبتين وأول الأسبوع وكان تعتبر أكبر هزيمة ولذلك علي عبدالله صالح سلم بعدين القيادة للجنوبين نرجع على تفاصيل خطة حرب 94 وهي الخاصرة فكانت خطة توزيع القوات اللي اتفقوا عليه على عبدالله الصالح مع الرئيس البيض يوضع لواء في ردفان نعم عندها الردفان هذا اللواء عشان هالردفان بكلفتونه اليوم اللواء الثاني مدرع اللي كان بيقوده صالح الظليم وأنا أنا أنا جبت قصة الفساد حق هذا اللواء في فترة حروب صعدة لكن في ذلك الوقت كان هذا اللواء من سبعة الف جندي بقوته الكاملة وكان ووضع لواء العمالقة في أبيان وقوته ثمانية الف ثمانية الف جندي يعني خمسة عشر الف وعطي لهذين اللواء امكانيات معدات شق الطرق وحفر الآبار بحيث انهم نعم يقدموا خدمات للناس في ردفان وهناك يحفرولهم آبار ويشقوهم طرق بينما كانت الخطة هي شق طريق في منطقة جبلية بعيدة عن الطرق اللي يعرفوها مرد فان يبدأ يشتغل اللواء الثاني وصل الى نقطة معينة في وجه الجبل الشمالي ما احد ينتبه لها وفي أبيان لواء العمالقة يمر بنفس الطريق وشق طريق تبقى منطقة صغيرة ممكن خلال يوم او يومين بالمعدات ولهذا تشق الطريق وينتقل اللواء مباشرة الى الى أبيان ويدعم لواء العمالقة ويعملوا عملية الانقضاض على الخاصرة وهذا ما تم فعلا طيب بيجي واحد يقول يعني انت تفهم وانه ما فيش عندنا بالجيش الجنوبي احد يفهم لا لا تبو كان معنا في الجيش الجنوبي نرى يفهموا وافضل من كل قيادات الجيش بالشمال كلهم والذي اكتشف النقطة وطالب بانه يشد الثغرة كان المرحوم او المغفور له باذن الله العميد بدر السنيدي قائد اللواء الخامس مدرع العميد بدر السنيدي كان له دور كبير في 86 ولكن كانوا يتخوفون منه لانه كان مستحق يكون وزير دفاع لانه رجل تأهيله العلمي تأهيله العلمي وامكانياته في قيادة القيوش افضل من الاخ هيثم قاسم الاخ هيثم قاسم قاعد شجاع يقود لواء يقود فرقة قاعد ميداني يقود في الميدان لكن عقل استراتيجي يقود جيش ما انا اللي عرفه اللي سمعت من كثير من اللي بعرفوه من زملاء بدر السنيدي كان عنده امكانيات في قيادة القيوش امكانيات عالية جدا ولذلك انتبه لهذه الثغرة وقدم مقترح للاخ الرئيس علي سالم البيض لان ما عمله ببعد 86 بعد لندن تعرف انه غدر بها واحد يافعي وضرب من الخلف وصار عنده فشل الكلوي وجلس يتعالج فترة في لندن وما لما ماتوا طبعا هذا كان سبب موته يرحمه الله قبل عدة سنوات فالعميد بدر السنيدي مزق وحقه اللواء وضعوا كتيبة في ابيان وكتيبة في صلاح الدين وكتيبة مدري وين دار ساعد مدري وين بحيث انه بالاخير لا لواء صبح قائد كتيبة اذا هو في ابيان يصبح قائد كتيبة سأقدم للرئيس علي سالم البيض مقترح انه يا سيادة الرئيس سمح لي اجمع اللواء حقي انقل قواتي كلها الى ابيان وابدا باسقاط الواء العمالقة بادمر اللواء وانا قادر ادمر وبعد ما خلص منه بنتقل على طول الى الى ردفان ودمر اللواء الثاني مدرع هذه الالوية هي اللي تكون الخطورة الكبيرة علينا واللي تكون سبب هزيمتنا وقدم لها الخطة للأسف الرئيس البيض استشار مستشاريه فرفض الخطة رفض الخطة وطبعا ما قد مخترقين هم طبعا فكرة العميد بدر السينيدي انتبهوا بعد تدمير اللواء باسهيب لما خلاص كشفت الحقيقة دمر اللواء باسهيب دمر اللواء الثالث بدون مدافع ودمر القوات كلها اللي كانت موجودة هناك في الجنوب في الشمال فهو قال لازم نلحق انفسنا هذه هي سبب هزيمتنا بتكون فالرئيس علي سان البيض استشار مستشاريه ورفض الفكرة وطبعا بلغ علي عبدالله الصالح بالكلام هذا ووضع كمين لبدر السينيدي وهو رايح على أبيل لانه قال خلاص ما دام انتوا رافضين انا بروح بقاتل بالكتيبة هذه عمل له كمين وكانوا مشكوه ودخله للمعسكراتهم وبعدين هرب طبعا ما اددلكم قصة كيف هرب من داخل المعسكر لانه كان واحد هنا جنبه ما قبضوا عليه بنقطة التفتيش واحد بالناحية الثانية واثنين وراء وفي سيارة وراء فكان وبعدها هرب بالمزارع وظل يهرب لما هربوه اصحاب يافع الى لما وصل يافع وطبعا لما وصل يافع ما احد اتصل عليه ولا احد قال وفين انت يعني ودخلوا معركة 94 بدون قائد بطل زي هذا الرجل نرجع عند موضوع العشوائيات والاختراق والموضوع هذا اللي بنتكلم فيه كنا يعني أنا يعني بنتكلم كله بالاخير اعتقد معلومات ممكن تكون بنتنفع معانو نحن نتكلم عن النازحين وهذا نرجع عند عدن اللي قلنا انه هي الرأس اذا سقط الرأس فلذلك هم بيقدسوا قواتهم في عدن انا تقديري انه هذه المعلومات صحيحة الحوثي بيقدس قوات واسلحة في هذه العشوائيات لا يستطيع يعرف داخلها الاصلاح والاخوة الميسري والجبواني كذلك بيقدسوا في العشوائيات ما احد يعرف داخلها الكذلك اعتقد المجلس الانتقالي وهذا طبعا خطأ يا اخوان عدن عدن تم تدميرها تعرفوا وعلى فكرها اعطيكم معلومة تاريخية من اكبر الاخطاء في التقسيم الاداري في دولة الجنوب بعد الاستقلال وحتى الوحدة موضوع موضوع عدن يا اخوان عدن كانت جزء من سلطنة لحج كان يفترض ان هذه لحج كلها تكون اسمها عدن وانتهت القصة ولحج هي منطقة هناك وهذا اسمها الوحد وهذه ما اسمها يافع وهذه انتهت القصة لكن هذه العاصمة عدن وتاريخيا كان اسمها ولاية عدن لما جاء العثمانيون لحماية الكعبة في عهد السلطان من عدن وبعدين قاتلوا القبائل الجنوبية مع كان قائد الجيش من اشهر قاتل الجيش العثماني اسمها الغازي سليم باشع كان قائد شجاع معروف وبعدين على فكرة تعمر حتى ايام سليمان القانوني يعني لانه بعدين استدعاه ويكون قائد الجيش هناك عنده جابه من اليمن فالعثمانيون بعد ما قاتلوا معهم هذه القبائل الى عمان وبعدين قاتلوا الى الهند ويقاتلوا معه بحر الى الهند وطردوا البرتغاليين ولاحقوهم حتى وصلوا شرق اسيا وانا اتكلمت عليها انه حتى في واحد مسلم الذي قتله في مان الله اعتقد فالحكام اسمها امان الله هذي المدينة هل مهم والذي قتل ماجلان لانه كان ماجلان واحد ماجلان او كريستوفر كلومبوس اللي يلسي ندرسونا بالتاريخ انه كان رجل محترم بينما هو كان قرصان وضيع جاء لهدم الكعبة ونبش قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعثمانيون لما جاءوا بعمدوا عين والي عدن والي عدن اللي هو الامير حشين بن عبدالقادر السليماني اللي يفعل وكان امير ولاية عدن ولاية عدن كانت ممتدة الى داخل الى اخر الدنيا الى لاحق اعتقدوا اقل من الف كيلو متو مربع يعني حوالي سبعمائة وثمانمائة كيلو متو مربع يعني احنا متكلم على عدد سكانها في تقديري ازي ما قلت من 2 مليون نصف الى 3 مليون بينما عدد سكانها كان مفروض يكون مليون فقط حسب النمو السكاني والانتقال فالكثافة السكانية فيها تجاوز الالف في الكيلو متو مربع الواحد بينما في لاحق وابين نفس القصة يعني حوالي 22000 و23000 كيلو متو مربع والكثافة السكانية اقل حوالي 30 شخص هذا الحدد فيفترض انهم من الان يعملوا على جمع هذا باسم عدن محافظة عدن منتحت القصة لانه اليوم مساحة عدن اصغر من مديريات في لحق ولا في تعس ولا في شبه ولا في أبين اصغر من مديريات كل هذه عدن لدخلها ثلاثة مليون وليش واذا تمت هذه الحركة انه يتفق الان يقول خلاص علننا عدن وهذا محافظة على عدن او يعلنوا دمج محافظة لاحق وعدن باسم محافظة عدن ما عاد يكون التزاحم العشوائي هذا لانه النازح الناس قال السؤال النازح هذا الذي اجا الى رأس قبل شمسان طيب عدن ولا تروح بعد العلم ولا تروح مسافات شاسعة كلها تركوها وكانوا داخل عدن يستعدوا للمعركة فأعتقد انه يمكن افضل علاج لهذا الموضوع انه يتم دمج عدن بلاحق محافظة واحدة وتسمى محافظة عدن وبعدين يصبح مرافق الدولة في رأس عمران على فكرة رأس عمران ليست تابعة عن محافظة عدن وانما تابعة لمحافظة لحق وعوب العلم يعملوها وبالاخير عندك مساحات ومعاد يصير انه اسقاط عدن انه هو اسقاط الرأس لانه يصير الرأس محافظة عدن كلها من البحر الى الجبل انا هذا رأي اذا كانوا يريدوا يحلوا هذه المشكلة ونخرج والنازحين هذين يقولون مساحات كبيرة ودوهم حتى باب المندب المهم لانه ليس كرهم فيهم ولا بغضا فيهم وانما هذا وضع المدينة يعني انا بعضكم معلومة الان هناك يشتغلون في عدن لكن يسكنون في لحق وين ساكن في صبر مؤجرين بيوت ناس من العدن لم يحصل البيت في عدن يأجر بإيجار مناسب راح أجر في صبر صبر في محافظة لحق وبيجي من هنا كل يوم بيجي الصباح إلى الدوم في التواهي أو في المنصورة أو في خور مكسر بيجي دوم ويرجع يروح إلى هناك فليش انتهى نازح ما تروح تجلس هناك يا أخي يعني أنا رأيي هكذا الموضوع مش عداي ضد حد وإنما من باب ترتيب يعني العشوائيات هذه كارثة بتصير على البلاد يعني طيب هل نكمل العشرين دقيقة بأي معلومة طبعا تاريخية يعني أولا موضوع النازحين الناس كلها بتخاف منه والمعلومات ومن يجيب معلومات تاريخية قد لا يكون لها علاقة في هذا الموضوع في موضوع النازحين لما طرد اليهود من أوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر كانوا يطردوهم كانوا يلجوا للدولة العثمانية لجوا أسقاطها الأرمن الأرمن هذا اللي معهم الآن المشكلة هذا لها حصلت كانت عندهم مشاكل في المناطق اللي كانوا هم فيها اللي هم الآن فيها أرمينيا هذه جزء منها ونقوا وانتقلوا إلى أسطنبول وكانوا هم كذلك عمود رئيسي في تدميرها على فكرة التاريخ لما بيقولوا أنه العرب والثورة العربية كانت رئيسية في أسقاط الدولة العثمانية خلم غير صحيح يعني هو من باب من باب أنهم أسقطوا حيبة الخلافة وأسقطت الفتوى بالفتوى المضادة وصدرت فتوى من إسطنبول وصدرت فتوى من الشريف حسين موضوع القتال وهذا إلى آخره لكن التدمير الحقيقي اللي مروا كان عن طريق اليهود والأرمن اللي كانوا نازحين وصاروا جزء من تدمير البلد الإنجليز والألمان والفرنسيين الآن موجودين هم اللي استخدموا هذا النازحين اللي كانوا داخل إسطنبول في تدميرها فاليوم لذلك يخافوا من النازحين واللاجئين ولذلك اليوم تركيا بتهددهم باللاجئين يعني مفتح الفلاثة مليون ونجعلوا المجوعة عندكم فهذا الموضوع ما هو هذا موضوع تاريخي الكل يخاف منه نحن نريد وهذا كله نرجع عند فساد الدولة يا أخوان اليوم دولة تكلمت أول على موضوع النفط الوقوت الطائرات ما عندهم وقود طائرات وكما قلنا معنا كم معك جحاء قال عندي غنمتين واحدة واقفة واحدة جالسة ما فيش فكر دولة يعني فساد في فساد لا يوجد فكر دولة يعني أنا بضرب لكم مثال على فكر الدولة بضرب لكم مثال من الصين كيف انتقلت الصين حتى وصلت معنا ثلاث دقائق نقول متكلم فيها ما وشيتهم بعد ما سيطر على البلاد كانت عندهم مشكلة أنه الصين كانت 70% 80% مناطق ريثية نائية جبلية لا طرق ولا شيء وكان محتاجين أول شيء كما في كل دول العالم التعليم الصحة فالفكر اللي يريد يبني دول هاي سوو خطة أنه نعمل مراكز طبية في منطقة تكون وسط ما بين عدة قراء أو مناطق وهذه المناطق تكون مسافة النقل المريض عبر الحمار أو البغل تأخذ لها مثلا 6 ساعات 7 ساعات أو 8 ساعات فقالوا احنا محتاجين نعلم في هذه المنطقة في كل منطقة من هذه المناطق القراء من يستطيع يعمل الخدمات الطبية العاجلة يعني السعاء الأفات الأولية إذا حد اقتصرت رجله إذا حد كذا إذا حد يات حمى كيف يضربوا إبرة كيف يعطوهم مضاد الحيوي ويربطوا لهم إذا في قروح وكسور حتى ينقل يعني يصمد لا يموت خلال فترة النقل من منطقته إلى منطقة المركز الطبي وبدأوا بهذا الطريقة عشان يبدأ ويقلوا خدمات طبية ما عندهم مكان يكشقوا طرق ويقلوا خدمات طبية ومدارس فجابوا دكاترة أطباء وراحوا بيلفوا على القرى بيعلموا بيشوفوا منه النبي اللي يقدر بيتعلم وعلموا هذا كيف يضرب الإبرة كيف يعطي المضاد الحيوي كيف يضمد القروح وعلموهم وهكذا وبدأت الانطلاقة الخبير مسؤول الصحة اللي عمل هذا الخطة عربي اللي عمل هذا الخطة هو شخص عربي من لبنان هو لبناني أمريكي يعني من المهاجري اللي كانوا في أمريكا أعتقد اسموه هو اسموه الصيني ماهايدي ماهايدي أنا أذاكر اسموه الصيني اسموه الدكتور ماهايدي اسموه العربي شفيق شفيق حاتم اسموه حاجزي شفيق حاتم هذا الدكتور شفيق حاتم وهو بيدرس طبعا ودرس في أمريكا ودرس بعدين في سويسرا في سويسرا تعرف على الشوعية والشوعيين وكان عنده زملائه أطباء كذلك ثنين وثلاثة أمريكان فقالوا بلروح نساعد أيام الثورة عد ماوسي تونج في شمال الصين في منطقة اللغلي ماذا حق المسلمين شيانج يانج اللي هو الآن اسمه تركستان الشرقيهم من هناك بدأت الثورة الشوعية فراحوا هناك واشتغلوا معهم بالثورة وقدم خدمات طبية وطبعا هو كان أخذ دراسات درس في جامعات كبيرة وهذا شفيق حاتم أصبح بطل من أبطال الثورة الصينية وهو اللي وصار هو زي وزير الصحة وصار وزير الصحة وهو الذي وضع هذه الخطة الطبية اللي بنتكلم عليها يعني احنا أقول العرب نادرة ولا ما كان هذا الرجال يشلوه الصينيين وجنسوه وصار هو الذي وضع لهم هذه خطة بداية انطلاقة الصين في موضوع الصحة وكيف يبنوا هذا المنظومة الصحية الموجودة وطبعا معنا نجوم عرب وعلماء وعباقرة كثير لكن أنا جبت المثال هذا من باب أنه كيف تبنى الدول يعني من يريد ابني دولة يشغل عقله يستطيع وكما قلت تكلمت في حلقة السابقة على بول كيجالي في رواندا كيف بنت دولة من لا شيء وهكذا 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 احتمنى أن يكون الكلام فيه ما ينفع الناس وأنا أكرر يا أخوان لأن الأدمنية طلبوا من هذا الكلام أكون أكرره اعملوا عجاب واعملوا اشتراك لأن القناة بتغلق إذا ما فيش عجابات ما فيش هذا بتغلق القناة فإذا أغلقت القناة بنفتح قناة ثانية لكن نحاول نحميها بالعجابات اللي بتعملوها أنتم وتحية للجميع قول إن صلاتي ونسك يوم حياة يوم ماتي الله رب العالمين لا شريك له وأخر دعوانا عن الحمد لله وتحياتي للجميع